ككل سنتين يعود الحديث والنقاش عن إشكالية ورهان تحسين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن البسيطة من خلال الإقرار في كل مرة لجملة من التدابير والإجراءات لتحقيق ذلك وهو ما تجسد في مسودة مشروع قانون المالية التكملي 2020 أين حمل جملة من القرارات مست العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية منها نظرنا العدد رح يكون عدد مقبول بالنسبة للناس اللي استفادوا ورح يحسوا بأن هناك فيه تحسن في الأجور تحهم وإن كانت تحسن ما رح يكون كبير بزاف رح يكون بالنسبة للضرب بعد داخل جمالي ابتداء من 2500 دينار جزائري ونجو نازلين بالنسبة للجنوب رح يكون تغيير كبير بزاف لأنه ليس كل الناس ليس شريحة واحدة بالنسبة للولايات الجنوب بالنسبة للرفع تاعة 2000 دينار جزائري أيضاً رح تعشرين ألف دينار جزائري كحد أدنى العجور رح أيضاً يكون عنده تغيير على أصحاب 18 ألف دينار جزائري فما فوق إلى أن يتوقف الأثر تاعة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين فعلياً يتطلب إجراءات مرافقة لذلك من أجل تحرك الآلة الإنتاجية من جهة والتحكم وضبط التذخم والذي يعد العدو اللدود للقدرة الشرائية وباب من أبواب إفقار العائلات الشيء الذي نطلبه ونتمنعه هو أن المراجعة تعل الحد الأدنى للأجور تتحسن من الآن فصاعداً على الأقل كل سنتين ثلاث سنوات ربع سنوات لأنه علاج الأسعار ترتفعوا في نفس الوقت الأجور ما ترتفعش نتمنى تكون ربما دورية الارتفاع يكون دوري ثانياً بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي نظن بأنه نتمنى بأنه تكون هناك إجراءات لمراجعة القانون الجبائي بحيث أن الضريبة تصبح عادلة لأنه نعرف بأنه أكبر جزء من الشريحة التي تدفع الضريبة بالنسبة للخزن العمومي هي الضريبة على الأجور التي تمثلت إلى 20% إلى 25% من الجبائي العادية نظن نتمنى تكون هناك مراجعة الإجراءات المتخذة في مشروع قانون المالية التكملية لتعزيز القدرة الشرائية خاصة في الشق المتعلق بتحسين أجور الفئات المعوزة يراها الكثير إيجابية لكن مرافقتها بإصلاحات اقتصادية جذرية أكثر من ضروري